بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون الجميل كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ منحاول في هذه الحلقات أنه يسر تزوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي الحبيب نجيب محفوظ النهاردة الحلم رقم واحد وتمانين بيبدأ هكذا أخيرا ذهبت إلى القصر ورجعت البواب أن يبلغ الهانم أن الفائز بجائزتها حاضر ليقدم الشكر بنفسه إذا تنازلت وسمحت بذلك ورجع الججل بعد قليل وتقدمني إلى به لعني جماله وضخامته ولم تلبث أن عزفت الموسيقى لحن الإقبال فأقبلت الهانم تتهادى في أبعادها الفتانة فقمت لألقي خطاب الشكر ولكنها بحركة رشيقة من يدها كشفت عن ثدييها وأخذت من بينهما مسدسا أنيقا وصوابته نحوي فنسيت الخطاب وأخذت أنصهر من قبل أن تلمس الهانم زناد المسدس بديع 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 وممكن يبقى عند بعض الناس صعب ححتاج أن أنا أقول معلومات كده يجوز بالذات شبابنا معرفوهاش في حاجة مرتبطة بالحقيقة في الحلم ده إيه هو السيدة قوت القلوب الديمجداشية كانت عاملة جائزة أدبية كان عندها صارون أدبي وكانت عاملة جائزة أدبية وفاز بهذه الجائزة أستاذنا نجيب محفوظ عن رواية جادو بيس كلام ده حصل إمتى بقى؟ سنة 43 والجزء الحقيقي اللي أنا متأكد منه لأنني سمعتني من الأستاذ أنه ذهب بنفسه ورح لها الأصر علشان يشكرها الجائزة كانت كام ساعتها؟ كانت 20 جنيه بس 20 جنيه سنة 43 كان رقم كبير جدا وكانت هذه هي أول جائزة أدبية يحصل عليها الأستاذ نجيب محفوظ طيب كلمة عن السيدة السيدة دي من عائلة سرية جدا وعائلة صوفية هي تولدت 1892 توفت 1968 هي كمان كانت كاتبة كان لها مجموعة من القصص والجوايات مكانتش لسه في الوقت ده مكانتش ظهرت ككاتبة لأن هي لما حدث انقلاب 52 صدره كتير من أموالها كان لها أصر في ميدان التحرير تم مصادرته فهي ثابت البلد وراحت أوروبا وفي أوروبا بدأت بقى تنشر أعمالها الأدبية عندها عدد من الجوايات والقصص وكانت بتكتب باللغة الفرنسية وترجمة هذه الأعمال المهم احنا قدام نص فانتازية واضحة جدا انه لكن هاشاور بس على بعض الإشارات المفاتيح المهمة فيها أول كلمة بيبدأ بيها أخيرا يعني كان ممكن يبدأ يقول ذهبته لكن هو قال أخيرا ذهبت إلى القصر أخيرا كلمة مهمة قوي تتصويرش ان الكلمة دي زائدة مفيش عنده بحفوظ كلمة زائدة أخيرا يعني هناك كان فيه يعني زي الصراع في داخله لأنه أخيرا قرر انه لابد أن يذهب بنفسه لكي يشكر السيدة صاحبة أول جائزة أدبية يحصل عليها الحكة التانية بيقول للبواب بيقول للبواب انه رجع البواب مش قال قلت للبواب لا رجعته يعني شوفوا بيرجوا البواب وبعدين بيقول انها إذا تنازلت وسمحت ان هو الرجل اللي حصل على الجائزة جاي يشكرها إذا تنازلت وسمحت شايف الإشارات شايف الإشارات أول ما دخل بهو راعني جماله وضخمته وبعدين عزفت الموسيقى لحن الإقبال كل ده هذه الإشارات لو حضرتك خدت بالك منها بيعمل لك جو جو الرجل اللي من على باب الأصر بيرجوا من بيرجوا البواب واخد بالك وبعدين أقبلت الهانم تتهادة في أبعادها الفتانة إشارات واضحة جدا فقمت الألقي اختراب الشكر المفاجأة إيه كشفت عن تاديها وطلعت إيه بسدساً أنيقاً شهرة بديعة أم هو حصله إيه أخذ ينصهر قبل ما تلمس الزناد حقيقة إشارة جميلة جداً فيه هنا هذا الرجل اللي يعني أنا أعرف هو كان فيه أوائل التلاتينات من عمره وهذه السيدة هو ده أول جائزة أدبية يحصل عليه وهذه السيدة فيه حوالي الخمسين من عمرها ففكرة برضو الرجل والمرأة وهو كاتب في بداية الطريق ولكن موهبته واضحة جداً وهي سيدة عندها بزور إبداعية كانت بتكتب قصص بس يعني ما تعرفتش إلا لما سفرت بره وهي بتكتب بالفرنسية فبرضو فيه يعني هذه العلاقة بين رجل وإمرأة في اختلاف كبير قوي بينهم بلدرجة أنه إيه أنه انصهر قبل ما هي تدوس على الزناد دي إشارات تكشف هذا النص البديع وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله والله أعلم اشتركوا في القناة